إيه التفاصيل اللي نعرفها أكتر عن قرار الإدراب والمعاناة اللي بيواجهها المعتقلين في ود النترون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى الحضرات والمشاهدين الكرام هذا المشهد الذي تتحدث عنه الآن لا يغيب عنه أن هناك في بداية عام 24 أربع حالات وفيات تمت داخل السجون وخاصة داخل سجن بدي وهذا الأمر هو الذي أوجد حالة الرفض الشديد من المعتقل لكافة الانتهاتات أربع حالات وفيات دفعة واحدة في أحد السجون الذي رواجت الدولة المصرية وروج النظام البسر لها كثيرا عبر مسؤوليه وعبر فيديوهات لم تحدث قبل ذلك أنت تحدث مصر عن سجن بهذه الصورة كما تحدثت عن سجن بدر فكانت الوفيات التي تمت عدر أدوار محمد الشربيني وطائبة إبراهيم الأجيري هي السبب الرئيسي في حالة الإبرابات التي تمت سواء في سجن بدر والذي كان يوم 18 واحد أو في سجن واضي النترون والذي تم كما ذكرت أنت الآن يوم 7-2 المعتقل أصبح يعاني من إحساس أن النظام المصري يريد أن يقتله داخل السجن وهذا هو الهاجس الذي يسيطر على المعتقل والذي أدى برقب الجميع في الدخول في الإدراف هذا الأمر بسبب إجراءات تعسفية تحدث داخل السجون صحيح كما ذكرت منع إدخال الملابس الشطوية والأغطية منع السماح بدخول أطعامها كافية سواء من إدارة السجن أو من زيارات الأهالي عدم السماح بدخول أدواري للحالات المرضى وخصوصاً للحالات المزمنة زيارة تقتصر 10 دقائق فقط وإن تم الحرمان من التريض والتعرض من الشمس ولكن في الحقيقة أن هناك حالة هاجس داخل المعتقل أن ما يحدث من إجراءات هي الهدف التخلص من المعتقل لذلك على التوازي هناك أحمد أورابي من يوم 25 واحد دخل إدراف أيضاً في داخل السجن بدء بسبب إحساسه أنه لم يخرج من السجن يعني قبض عليه أكثر من المرة فقام بالدخول في الإدراب في حالات الإدراب في القطرة الأخيرة ليست في سجن وضع النطرون فقط ولكن في سجن وضع النطرون وفي سجن بدء والعجيب أنها تأتي في السجون التي يعني تحاول السلطة المصرية أن تراه بأنها بيئة إمكانات وبيئة حضائق وبيئة مكاتب وفيها مستشفيات جيدة ولكن في الحقيقة أن وجدت هذه الأمور فلا توجد المعاملة الجيدة ولا يوجد الإقترام الكافي ولا يوجد الزيارة المنصوص عليها في قانون السجون ولا يحدث التنفيذين طيب يعني إيه إدراب معتقل عن الطعام يا أستاذ خلف إيه إيه اللي بيحصل في الحالة زي دي من المعتقل من المعتقلين اللي معاه وأيضا من إدارة السجن والإدراب يعني أحد الوسائل التي يلجأ عليها المعتقل للتعبير عن رفضه للانتهاكات إدراب إما يكون إدراب جزء أن يقوم مثلا بتناول المياه فقط أو التمر فقط ولكن قد يكون إدراب كله في حالة أحمد عربي الواجب في هذا الوقت أن تقوم إدارة السجن بتبليغ اتصال بالنيابة لتقوم النيابة العامة بالانتقال إلى السجن للتحقيق في أسباب التي دعت المعتقل للإدراب لكن إدارة السجن تعملت في هذا المواقب بصورة مغيرة قامت بتغريب عشرين معتقل لسجن المينيا أولاد النترون وتغريب ستة أخرين لسجن المينيا أولاد الجديد وتغريب ستة أخرين لسجن الإيمان المينيا فالواجب قانون أن تقوم إدارة السجن بالتواصل مع النيابة العامة لفتحة تحقيق في هذا الواقع لكن للأسف إدارة السجن تعتبر أن العصر الغليزي يتحل في التعامل مع الإدراب الإدراب قد يتحول في أوقات أخرى لإدراب كلي وكانت الحالة الأشهر حالة ألاء عبد الفتاح لكن في هذا الوقت هناك حالة إدراب كلي لأحمد عربي لا نعلم هل يستمر أكثر من ذلك لأنه دخل اليوم الستاشر على الإدراب حتى الآن إدراب واضي النترون إدراب جزي قد يكون الامتناع عن بعض المأكلات أو امتناع عن استلام التعيين أو الاتفاق بالمياه فقط ولكن إن استمرت الانتهاجات ده هذه الصورة قد يعني يغامر المعتقل أو المعتقلين بالدخول في إدراب كلي لأنه يعلم أن إدارة الستاشر متسع إلى الإجهاز عليها عن طريق هذه الإجراءات التعاسفية طيب النظام بيتعامل مع حالات الإدراب في السجون المصرية بجدية يعني لو أن سجينا في بريطانيا أو الولايات المتحدة أضرب عن الطعام بتكون حالة مهمة الإعلام بيتعاطى معها هل النظام في مصر بيسيبهم يموتوا بيقول يا عمي أضرب عن الطعام خلينا نخلص ولا لا يعني دي وسيلة ضغطة حقيقية على النظام المصري بالأمس أصدرت وزارة داخلية في وقعة إدراب هذا النترون بيانة رسمية تؤكد عدم موجود إدراب والحقيقة أن وزارة داخلية لم تصدر ولا بيانة يعني منذ سنوات طويلة قد يكون حتى من قاعدة مبارك لتؤكد أن يوجد انتهاج داخل السجون ومقار الاحتجاز يعني وزارة داخلية لم تأخل أن سيد بلال ماتى بالتعذيب ولم تأخل أن خالد سعيد ماتى عن تاريخ القتل في قسم السجون ولم تأخل أن هناك حالات إخفاء قصري ولم تأخل أن هناك حالات إهمال طب داخل السجون هذه العقلية هي السبب الرئيسي في تفاقم الانتعاكات داخل السجون إسرار وزارة داخلية على عدم الاعتراف بأن هناك درائم ترتكب من رجال وإسرار وزارة داخلية على عدم وجود إضراب داخل السجون من حالات اللي بيتموت بالإهمال الطبي يعني كيف تفسر وزارة داخلية هذا الأمر للأسف يا دكتور رسامة مزارة داخلية اصدرت بيان رسمي بالأمس يعني بدلا من تقول أنها ستكلفت مصطعة السجون عدد من رجالها بالانتقال إلى السجن للتحقيق في الواقع أو قامت بالاتصال بالنيابة العامة للتحقيق في الواقع وإن صحت الواقع يتم تلافي أسبابها وإن كانت صحيحة غير صحيحة يتم التحقيق مع المواطفة الذي قامت هذا الأمر لكن للأسف قامت زارة داخلية بإنكار الأمر كليا وكما ذكرت بتغريب عدد منهم إلى سجون مختلفة شكرا جزيلا لك أستاذ خلاب بيومي ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان كنت ضيفي عبر سكايم